نتنياهو قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو إنه يرفض الاستقالة من منصبه رغم اتهامه بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في فضيحة فساد وصفها بأنها محاولة انقلاب الاتهامات الإسرائيلية التي أعلنها المدعي العام هي الأولى من نوعها بحق رئيس وزراء في منصبه وتمثل أسوأ أزمة يمر بها نتنياهو يتولى نتنياهو السلطة منذ عام 2009 ويقول إنه ضحية حملة ذات دوافع سياسية نشهد محاولة انقلاب ضد رئيس الوزراء الحالي بناء على افتراءات وعملية تحقيق ملوثة ومنحازة لن أترك الكذب ينتصر سأستمر في قيادة البلاد